منتخبنا الأولمبي يتعادل مع المنتخب اليمني سلبيا بأخطاء تحكمية وتكتيكية فضيعة حلاق علي بشماني ومالطة وبصراحة منتخبنا اليوم لعب بدون هوية بدون فرض شخصية على الخصم أبدا لا يوجد خطة الواحد يقدر يفهمها بالمنتخب ما بخطة خلاص الطابة صارت بالدفاع يلا سلبها للهجوم بكرة طويلة وخلي المهاجمين يدبروا الراسهم وين بناية الهجمة وين دور خط الوسط للربط ما بين المدافعين والمهاجمين ما بي وأكيد هذه الأخطاء يتحملها رأفة محمد لأنه هو المسؤول عن الخطة اللي يدير فيها المنتخب السوري الأولمبي واليوم ما بأي خطة يشتغل عليها المنتخب وحتى الفرص القليلة اللي هددنا بها منتخب اليمن كانت عن طريق إما كرات عرضية أو مهارات فردية ما في أي فرصة كانت نظامية مبنية من الدفاع إلى الوسط إلى المهاجم وفوق كلها حكم المباراة لم يحتسب ضربة جزاء لمنتخبنا بنظري وبنظر محللي قنوات الكاس كانت صحيحة 100% لمنتخبنا وكل عاد الحلاق وبمهارة فردية يتوغل في منطقة السطعش ويعرقل والحكم لا يحتسب أي شيء يعني بالمختصر الحكم زائد رأفة محمد زائد عدم وجود خطة زائد عدم الترابط الصفوف وعدم القدر على بناء الهجمة كانت أسباب تعادلنا أمام المنتخب اليمن اليوم ولدينا مباراة وحيدة تبقت أمام منتخب قطر إذا أردنا التأهل المباشر يجب الفوز على قطر قولا واحدا لأن قطر اليوم انتصرت على سيري لنكا بخمسة أهداف نظيفة وأصبحت متصدرة المجموعة بستة نقاط ثانيا سوريا بأربعة نقاط وثالثا اليمن بنقطة وحيدة ومؤخرا سيري لنكا بدون أي نقاط هذا كان فيديو اليوم أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته مع السلامة مع السلامة مع السلامة